في مكان تكتب ثنايا أروقته حكاية ماضٍ متجذرٍ بأصالته هنا في بلدة جبع غرب جنين المشهورة بتربتها المخصصة لصناعة الفخار يطوع الفاخوري بأنامله المنسابة هذا السلصال بعد تحضيره مشكلة منه تحفة فخارية تبهر الناظرين هسنا طبعا لما جهزنا الطينية عجلناها مظبوط لبينها مظبوط حطيناها على الدولاب هاذ بعدها هسا مرحلة التشكيل هسنا نقعد نشكل بالقطعة لبنيها مثلا نعمل مزهري صغيري نعمل مزهري وبعدين نصير نشكل فيها شوي شوي طريقة هاي مسج الصلصال المكون من التربة الحمراء والأخرى البيضاء أو المعروفة بالزمهري واحدة من أهم مراحل صناعة الفخار اذ تخمر هذه التربة سنة كاملة في حفرتين تعرف بالمسول بعد تصويلها ليجري إخراجها وإعادة تشكيلها قبل وضعها بهذا الفرن الحراري لثلاثة أيام في مهنة تجد مكانا لها في قلب الفخوري هي شغلة تراثية وأنا محافظ عليها من كده من حوالي ثلاثة أربعمائة سنة وأنا مأخذها عن أجدادي بعدين الشغلة ممتعة وفيها نوع من الفن وهذه طبعا إشي تراث وكديم لازم نحافظ عليه حتى نعلم أبنائنا برضو مشان ما إيش ما تندثر وفي داخل فخورته البعيدة عن أي تكنولوجيا وخلف هذا الدولاب يقضي الفخوري يومه في صناعة أواني فخار اختلفت أشكالها وتعددت استخداماتها من أدوات المطبخ إلى أواني الزينة وقلبه يملأه الأمل أم تجد لها مكانا لتسويقها الفخوري له من اسمه نصيب فهو فخوري بالاسم والصنعة ورثهما أبا عن جد ويعمل على توريث هذه المهنة للأجيال القادمة رغم حداثة التصنيع من داخل فخورة جبا أحمد نزال تلفزيون فلسطين جينين ترجمة نانسي قنقر